في عنوين النشرة داعي الإسلام الشهال للجديد حوارنا مع حزب الله مهم وضروري شمستار تشيح حسن عريبي وتتوعد في سنوية محمد شطح السنيورة يضع العصي أمام دوليب الحوار ماذا نتوقع من الحوار الذي نخوضه اليوم مع حزب الله وبالرغم من تجارب الحوار السابقة التي لم تكن مشجعة سوريا توافق على الحوار والمعارضة تلملم أشلاءها لا يوجد أي مبادرة حاليا كما يجاع في الخاص من أسقطت طائرة الأردنية وأي سلاح لدى داعش بقاتل داعش ما بيقدر بقى ياخد إلا السيناريو السيء وفي النشرة صبوحة في نصفها المصري أكتر حق كما تحبها كما تحب الحمام المحشي مساء الخير كانت صلواتهم في هذه الليلة لمحمد كتب البكالوريا تدارت ليحمل طلاب الثانوية العامة الإنجيل والقرآن في بهو مستشفى الجامعة الأمريكية ويستخرجون من الآيات المقدسة عبارات لشفاء زميلهم محمد الشعار كان المحمدان قد التقيا على طريق الموت في ستاركو حيث الطالب يلقى مصير المستشار وابن ثانوية رفيق الحريري يرحل مع عقل رفيق الحريري محمد شطح الطالب نال الشهادة قبل الشهادة والمستشار وضع على لائحة المحتفى بذكراهم من الشهداء كل عام من دون أن تدنوى حقيقة اغتياله من أي معلومة ما خل الشائعات التي لم تقرن بالدلائل في ذكراه الأولى ولد الحوار بين المستقبل وحزب الله وأسس لجلسة ثانية في الخامس من الشهر المقبل لكن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السانيورة غص بالفكرة ورسم حولها تساؤلات من آخرين عن جدوى الحوار على أن من سأل السانيورة بلسانهم ليسوا إلا فؤاد السانيورة نفسه إذ لم تبدأ أي جهة في المستقبل اعتراضا على الحوار ولم نسمع بتلك التساؤلات إلا عبره اليوم وأبعد من التساؤل وضع السانيورة الغاما غير مرئية على طريق الحوار ورسم جدول أعمال جديدا غير متفق عليه بين الطرفين فهو يتطلع من خلاله إلى الرئاسة فيما حزب الله أحال المستقبل في هذا الملف على التفاهم مع ميشيل عون وهو أيضا خرج عن النص المتفق عليه في الحوار عندما وضع على الجدول مشاركة حزب الله في القتال داخل السوريا وتحدث بلغة سعود الفيصل مودال 2006 منتقدا المغامرات غير المحسوبة علما أن قضية القتال في سوريا مسحوبة من النقاش قدم السانيورة تيار المستقبل على صيغة المتمسك بلبنان على اعتبار أن حزب الله لا يمتلك هذه البدعة والأهم أمل السانيورة أن ينتهي الحوار على نتائج ليس أقلها أن يسلم حزب الله نفسه طوعا إلى المحكمة الدولية من خلال كلامه عن بسط سلطة الدولة داخل حدودها وعلى كل الأراضي اللبنانية بحيث لا يبقى أي طرف داخلي أو خارجي يحول دون تطبيق العدالة ولو رسمت حدود الحوار على هذه النصوص لمن عقدت الجلسة فمن يضع العصي في الدوليب؟ حوار لبنان يبقى على الرغم من ضجيج السانيورة أكثر هدوءا من حوار سوريا والمعارضة في موسكو ضمن موعد يشارف نهاية كانون الثاني المقبل وحياله تلملم المعارضة أشلاءها بعدما سحبت الأرض من تحتها عسكريا لصالح داعش والنصر ولفيف من التنظيمات الإسلامية المتطرفة سوريا الدولة وافقت على الاجتماعات التمهيدية في موسكو فيما تتوزع المعارضة على اجتماعات متفرقة بين كل من القاهرة ودبي وأسلو الائتلاف في هذه المعادلة مشتد هيئة التنسيق غير معترف بها من الائتلاف وآخرون احتموا تحت صفة المستقلين وتداروا للاجتماع في دبي وما يفاقم التباعد بين الأفريقاء المعارضين أن السفير الأمريكي روبرت فورد انسحب من الميدان بعدما كان يلم شملهم وينتخب عنهم أعضاءهم إذا اختلفوا ويعين رئيسا لهم ويكمل معروفه ليحدد لهم أهدافهم نبدأ من زحلي حسن عريبي يوارى في الثرى والقتل في منازلهم يحميهم القضاء في زحلي لم يحتمل جسد الشاب العشريني حسن العريبي بن شمصطار مقاومة الإصابة البالغة لأكثر من يوم فاستسلم للقتل وسلم روحه لله مات حسن استقبل جثمان المغدور في بلدته شمصطار البيقعية بالرصاص والبكاء بالتزامن مع التشييع حاولت القوى الأمنية ملاحقة المتهمين بقتله وهم المسؤول الأمني التابع لبير فاتوش باشه الخوري وشقيقه شربل الخوري ونجله إبراهيم الخوري مطلق النار إلى أن يد القضاء ممثلة بالمدعي العام في البقاع فريد كلاس كفت يد القوى الأمنية عن قيام بواجبها والقاء القبض على المتهمين بتمنعه عن أعطاء القوى الأمنية إذن نيابة العامة بملاحقتهم وفي ملف القاضي كلاس حوادث مشابهة في كل مرة يتعلق الأمر بمخالفات الفاتوش مع أتباعهم العائلة بعد أن صرحت عبر الجديد بأسماء قتلة ولدهم كررت أسماؤهم عبر كلمة ألقاها صبح العريبي باسم العائلة أثناء التشيع محذرا من تدعيات التلكؤ في القاء القبض على القتلة كل ما مطلبه أن تبزل الكوى الأمنية والقضائية وأركز القضائية لإلقاء القبض على مرتكبي شريمة بحق حسن وسوقهم إلى العدالة لإحقاق الحق وهم معرفون بالأسماء وأي تلكؤ سيكون لذلك تداعيات نحن بغنى عنها وحضر التشيع حجد شعبي كبير وفعاليات سياسية وحزبية وأمنية قتل حسن دمه لم يبرد دموع أهله لم تجف بعد والقاضي كاللاس قرر بسابقة لمثيل لها في القضاء اللبناني أن يختم التحقيق بعد تمنعه عن إعطاء الإذن للقوى الأمنية بإلقاء القبض على القتلة الشيخ داعي الإسلام الشهال يؤكد من المملكة العربية السعودية أن الدعوة إلى الحوار مقبولة بعدما أصبحنا في معادلة الغالب والمغلوب المقابلة ليمنى فواز الشيخ داعي الإسلام الشهال جاهز اليوم للحواة مع حزب الله وهل تمت دعوتك إلى ذلك من قبلهم؟ كان بيننا وبينه بعض الرسل من أجل فتح باب حوار وكان بعد استقرائي للأمور وبعض المراجعات أن الغرف غير مناسب وبأن الهدف من الحوار قد لا يتحقق في تلك المرحلة لذلك الآن بعد أن وصلنا إلى مرحلة الغالب والمغلوب أجد بأن القبول بفتح باب الحوار الموافق على الحوار بين التيار والحزب من حيث المبدأ بأنه في وقته وبأن فتح باب الحوار بشقيه الديني والسياسي مهم وضروري بين الجانب التيار السلفي وتنظيم حزب الله ويحقق ذلك أكثر من مصلحة ويفوت أكثر من فرصة ويسحب أكثر من بساط ويخفف الضرر والمفسد على الساحة اللبنانية المواربة التي نشاهدها في هذه الأيام والرضوخ للضغوطات التي تمارس بسبب الضعف أو المصالح هذا من جهتنا نحن نرفضه بكل الأحوال نحن أقرينا بأن تنظيم حزب الله استطاع أن يهيمن انتصر عسكرياً انتصر أمنياً عنده أجندة حققها عنده راعي عنده داعم الوضع اللبناني بقية الطوائف والمذاهب والمناطق عندها حيثيات وأوضاع خاصة لا تساعدها على مواجهة خطورة هذا المشروع الكبير المدعوم خارجياً فعلى الأقل نحن نريد أن نبين المظهومية ونبدي رأينا ونكشف بعض الحقائق نحن إن كان الحزب جداً فنحن الآن أعلننا بشكل واضح وبشكل جدي استعدادنا للنقاش والحوار حول شتى الموضوعات وإذا كان غير جاد فمعنى ذلك بأن الكرة في ملعبه ولم نستطيع أن يردها إلينا هذا ما عندي في هذا المضمور أحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الوزير محمد شطح والسانيورا يعلن أن التوجه إلى الحوار مع حزب الله هو من أجل توسيع نطاق سيادة الدولة نكرمك يا بيروت بإطلاق اسم محمد شطح على ساحة جميلة من ساحاتك يا ستة الدنيا في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الوزير السابق محمد شطح أحيت قبل 14 من أذار ذكره بإزاحة استطارة عن لوحة ترفع اسمه على الساحة التي استشهد فيها من خلال مبادرة قامت بها بلدية بيروت أما أبرز المتحدثين فكان رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنوية فاحتفال حضره حجد من نواب ووزراء حاليين وسابقين وشخصيات أذارية السنوية أشار إلى أن اللبنانيين بحاجة إلى تحقيق اختراق على صعيد التوصل إلى انتخاب رئيس توفقي قوي ماذا نتوقع من الحوار الذي نخوضه اليوم مع حزب الله وبالرغم من تجارب الحوار السابقة التي لم تكن مشجعة الجواب هو أن اللبنانيين بحاجة إلى تحقيق اختراق على صعيد التوصل إلى انتخاب رئيس توفقي قوي من جهة أخرى فإن اللبنانيين بحاجة إلى فسحة من الأمل تتعزز بممارسات حقيقية وجديدة على الأرض توحي بالثقة وتسهم بتخفيف الاحتقان وتسمح بانتقاط الأنفاس السانيورة وإن بدى مرحبا بالحوار لأنه حدد سقفا لذلك بما وصفه قواعد مد اليد للشريك الآخر كذلك من أجل إفساح المجال لتوسيع وتعزيز نطاق هذه السيادة لكي تبسط الدولة اللبنانية سلطتها العادلة في كل الاتجاهات وداخل حدودها وعلى كل الأراضي اللبنانية بحيث لا يكون هناك أي طرف داخلي أو خارجي يحول دون تطبيق العدالة ولا يبقى أي طرف داخلي خارجها كذلك فإنه لم يعد مقبولا أن يقوم أحد الأطراف منفردا أو أن يستمر بالمغامرة بالسلم الأهلي في البلاد فيورط فريقه وغيره والبلاد بأسرها في مغامرات داخلية أو خارجية غير محسوبة ترتد سلبا على جميع اللبنانيين وعلى قضاياهم المحقة وعلى وحدتهم الداخلية من جانبه أمل وزير الاتصالات بطرس حرب في أن يكون مشروع الحوار حقيقيا وعلى يكون حوارا شكليا للمجاملة تنحصر أهدفه بتخفيف الاحتقان المذهبي نعتبر أن بداية مقازي لبنان تكمن في إطلاق الحوار بين أبنائه دون فرض شروط ودون إملاءات فوقية من فريق مستقوي على الآخرين ومن هنا ترحيبنا بالنوايا المعلنة من أجل حوارات ممتجة من جميع الأطراف إلا أننا نعرف تماما أنه من دون الحوار البناء والنوايا الحسنة لا يمكن للأمور أن تتقدم وللتغير أن يحصل ومن هنا تمنياته أن يكون مشروع الحوار المطروح مشروعا حقيقيا جديا يؤكد الثوابط الوطنية وأن لا يكون حوارا شكليا للمجاملة تنحصر أهدفه في تخفيف التوازل الاحتقان المذهبي أو أن يكون على حساب هذه الثوابط كلمة العائلة ألقاها شقيق الشهيد شطح فيما قدمت الاحتفال الزميلة رشال خطيب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامير جعجع أعلن أن الوطن الذي حلم به الشهيد محمد شطح لا يشبه بشيء ما يشهده اللبنانيون اليوم وقال في ذكرى اغتياله لن نيأس أو نستكين حتى تحقيق الأهداف الذي سقط شهداء ثورة الأرز من أجلها ونعاهدك بأن دمائك لن تذهب هدراً حمد شطح أن دمائك التي سالت في وسط بيروت في مثل هذا اليوم بالذات قد روت شجرة الوحدة الوطنية وشجرة النضال بسخاء فأثمرت تلاقياً وحواراً يستعد له اللبنانيون كيف لا ومنطق الحوار يجري في عروخقة بصرف النظر عن مآله أو حظوظه أو دوافعه النظام السوري يبدأ استعداده للحوار مع المعارضة في موسكو والمعارضة تنفي وجود مبادرات لحل الأزمة السورية أكدت سوريا استعدادها للمشاركة في اللقاء التمهيدي التشاوري في موسكو حرصاً على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرجاً من الأزمة هكذا أعلن المركز الإخباري السوري الرسمي استعداد دمشق للمشاركة في لقاء تمهيدي تشاوري في العاصمة الروسية موسكو للتوافق على عقد مؤتمر للحوار بين السوريين أنفسهم من دون أي تدخل خارجي ونقلت وكات الأنباء السورية سانا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن هذا الموقف يأتي انطلاقاً من حرص سوريا على تلبية تطلعات السوريين لإيجاد مخرجاً لهذه الأزمة مع تأكيد استمرارها في مكافحة الإرهاب وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف اقترح أن يلتقي ممثلون عن مختلف أوساط المعارضة السورية الداخلية والخارجية في موسكو نهايتاً كانون الثاني المقبل قبل لقائهم المحتمل مع ممثلين عن النظام السوري ومن العاصمة المصرية القاهرة نفى رئيس الاتلاف الوطني السوري المعارض أحمد هادي البحرة وجود أي مبادرات سواء مصرية أو روسية لحل الأزمة السورية كما نفى في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية وجود أي ترتبات لعقد اجتماعاتهم مع ممثلين عن النظام السوري وأنه لم يتلقى دعوة إلى الحوار مع ممثلين النظام السوري لا يوجد أي مبادرة حالياً كما يشاع حتى روسيا لا تملك أي مبادرة واضحة روسيا ما تدعو إليه هو دعوة إلى اجتماع وحوار في موسكو دون وجود ورقة محددة أو مبادرة محددة وهذه من المآخذ الرئيسية على مثل هذه الدعوات على أن هذا الموقف للبحر لا يعني أن الاتلاف السوري المعارض هو الممثل الحصري للمعارضة السورية التي تحولت إلى معارضات وتحضر لعقد لقاءة ثلاثة في القاهرة وأسلو ودبي أملاً بالتوصل إلى أوراق عمل متقاربة وتكوين أطر جديدة تمهد لتغيير واسع في صفوفها وذلك قبل لقاءة موسكو وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على ثورة سورية لم تتمكن المعارضة من الإجماع على رأي واحد فمع كل خطوة يخطوها أحد تشكيلات المعارضة السورية يبتعد فيها عن بقية التجمعات الأخرى التحالف الدولي في سوريا والعراق خسر أولى طائراته والمعطيات المتوافرة تستبعد إسقاطها بصاروخ لكن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية تحتاج إلى تغيير في التكتيكات العسكرية تحقيق للزميل باسر العريض سقوط أول طائرة للتحالف الدولي فوق منطقة الرقة السورية المعقل الرئيس لتنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بداعش أثار أسئلة متنوعة عن قدرات هذا التنظيم وبالتالي إمكانية إسقاطه بالضربات الجوية التنظيم نشر بعض الصور مؤكدا أن الطائرة الأردنية وهي من طراز F-16 أسقطت بصاروخ حراري القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومعها القيادة الأمريكية الوسطى التي تشرف على عمليات التحالف الجوية فوق العراق وسوريا كادتا أن الأدلة تشير بوضوح إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يسقط الطائرة التجربة لداعش بإسقاط عدة قواعد عسكرية بسوريا خاصة مطر الطبقة شغلة كتير مهمة أثنين السلاح اللي أخذ من الجيش العراق اللي نهار فجأة الأبعد من هيك أنه يقال في 480 صاروخ S-24 إجوا من ليبيا فقدوا نهاية من ليبيا يمكن أنه قد قتل بعض منها عند داعش بالرقة ولكن هل هذه لو الطائرة مجهزة الأردنية مجهزة بنفس الدفاعات الإلكترونية أو الأفيونيكس اللي موجود فيها الطيران الأمريكي أسقطت أم لا أنا بقول لا أنا بروح أكثر للعطل الفني بعدين عطل أو خطأ بشري وبالتالي تشغله هو يعني إذا بدك الصاروخ بس ولكن عم بيقاتل داعش ما بيقدر بقى ياخد إلا السيناريو السيء التحالف استمر في طلاعاته الجوية ونفذ في الصحات الماضية ما يقارب أربعين غارة جوية ما يشير إلا أن لا خطر حقيقيا على هذه الطائرات من أسلحة مضادة لها بس اليوم أنت لما بتكون الولايات المتحدة الأمريكية عاملة بيسموها الـ Air Campaign أو الحملة الجوية مفروض الولايات المتحدة الأمريكية يكون في عندها منظومة معينة بتعمل منها الإطار أهم بيسموها السار يعني Search and Rescue يعني عندما يسقط أي طيار مين بيهتم فيه؟ اثنين ما هي الأهداف التي يعني بنك الأهداف مين بيحطها؟ بنك الأهداف مين بيحللها؟ مين بيجيب المعلومات؟ كيف توزع الأهداف أنه أنت تضرب هذا الهدف أنا أبو ضربه هذا الهدف؟ من الحادثة التي صارت يبدو أنه في شيء فردي أو في شيء مش تنصيق عام الأسلحة المتنوعة بيد داعش والتي غنمها من الجيش العراقي والسوري تتيح له خوض نوع جديد من الحروب والتي تسمى الحروب الهجينة أي خليطا من الحروب التقليدية بين جيشين وحرب العصابات اليوم بالحرب الجوية انتقل الداعش إلى الحرب الغير تقليدية واستعمال الأماكن السكنية لألا هذه الحرب هي الهايبرد يعني الحرب التانية حرب المدن والحرب الباقي هي حرب التقليدية عندما تدعو الحاجة يعني اليوم إذا الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضرب داعش بدأت تنزل على الموصل واليوم الأمريكيين ينصحون يعني الكونسالتنسي للأمريكيين للعراقيين على مستوى اللواء يعني ما نزلوا على مستوى الكتيبة على مستوى السرية يقعد بغرفة عمليات اللواء بيقلوا شو لازم يعمل إيه أم لا بس ما نزل بعدها تحت والأمريكي حتى لو كان عنده 300 أو أسوري 2000 ورح يصيره 3000 لأنه رح ينقل طائرات A10 يعني أنت هاي التيارة قليلة الارتفاع قليلة السرعة بتذكرك بالأف سكستين كيف وقعت هل اليوم لدى داع السلاح يؤدي إلى ضرب الأيتان هون الأمريكي بدأ يخذها بعين الاعتبار تصريحات القادة العسكريين الأمريكيين أن المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية تحتاج إلى ثلاث سنوات ينطلق منها الخبراء العسكريون ليقولوا أن الفترة هذه هي لإعداد معارضة حقيقية في سوريا قادرة على استلام الحكم بدل التنظيمات المتطرفة من دون أن تغفل أن التطورات والعقوبات على روسيا قد تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة لصالح النظام الحالي باسل العريض قناة الجديد رئيس الحكومة تمام سلام يزور عين التيني ومطرانية بيروت للروم الأورتوكس مهنئا بالأعياد ملفات عديدة حضرت على طاولة النقاش في زيارة رئيس الحكومة تمام سلام إلى عين التيني ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بره أبرزها الدعوة إلى الإسراء في انتخاب رئيس للجمهورية وملف العسكريين المختطفين فضلا عن ملف النفط من هنا أنا دعوتي اليوم لكل القوى السياسية بأن تلتأم وتستفيد من أجواء أهل الحوار والتادية لنتمكن جميعا من أعبور بهذه الملفات ألم أنني أعود فأقرر وأشدد في كل مناسبة أنه يبقى أبرز وأهم ملف هو ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتستكمل هذه المؤسسة الديغمقراطية الكبيرة في لبنان كل عناصرها ونمضي سويا في صد لكل المشكلات أن هذا ملف دقيق وحساس جدا لأنه يتعلق بأرواح أسكريين الأبطال وبالتالي أنا أخذت على نفسي أن أتكتم قدر ما هو مطلوب لنعبر بهذا الملف كما هي الحال عند كل الدول وكل الشعوب التي تواجه ملفات من هذه الطبيعة يتم حلها بالتكتم وبالصيرية الكاملة لأعطائها فرص النجاح وكان السلام قد زار متروفوليت بيروت وتوابعها للروم الأرتودوكس المطران اليسعودي في المطراني للتهنئة بحلول عيد الميلاد سلام أشاد بدور المطرانية على الساحة الوطنية متطرقا إلى انتخابات رئاسة الجمهورية تداولنا مع سيدة بيئة الأمور الراهنة ومن أبرزها طبعا وأهمها وجوب كل المواطنين وجوب كل الناس ولكن في المقدمة المسؤولين للسعي وراء كل ما يجمع ويوحد الكلمة والصف وطبعا يبقى الموضوع الأبرز في هذا المجال الموضوع الأكثر إلحاحا علينا جميعا في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأضاف سلام لقد كانت فرصة استمعنا فيها لما عند المطران عودي من رؤى ونصح وإرشاد أعتدنا أن نغني بها مسيرتنا ومسؤوليتنا لكي نقدر أن نستكمل مشوارنا بشكل واف وواثق أعلنت قوى الأمن الداخلية أن شعبة المعلومات عثرت على مونة أحمد شهاب من بلدة بلانة الحيصة في عكار التي فقدت منذ 13 يوما في الزاهرية في ترابلوس مع أبنائها الثلاثة هلال عبدالواحد البالغ 12 عاما وندين 10 أعوام وزينة 9 أعوام وهم بصحة جيدة ويقيمون في أحد فنادق بيروت بإرادتهم ريفي يؤكد من أسواق ترابلوس ضرورة أن تعمل كل الوزارات لوضع حد لمآسي المواطنين تفقد وزير العدل أشرف ريفي الخانكا وهو مكان أثري مملكي في أسواق ترابلوس القديمة تقطنه 13 عائلة تتوزع بين عجائز وأرامل وأطفال أيتام يعيشون في ظروف صحية صعبة وقال ريفي خلال الجولة نحن لا نعيش في أبراج عاجية بل إننا مع الناس ونشعر بوجعهم المطلوب حقما الحياة كل وزارة معنية سواء كان بالإسار أو بالمعيشة أو بشؤون الاجتماعية معنية يجب إدخال وزارة شؤون الاجتماعية يجب إدخال الجمعيات الأهلية التي ترعى هذه الحالتها ويجب إدخال حقما وزارة الثقافة والإسارة في كثير مؤسسات رسمية أو خاصة تقتضي أنه كل إنسان يقوم بواجبته تجاه الأهل لا يمكن أن نقبل وضع يسمر على حاله نهائيا وأكد ريفي أن زيارته المقبلة إلى هذه المناطق ستكون مع عائلته وأبنائه لنقدم للعائلات كل ما يجب ونوفر لهم عيشا إنسانيا كريما عام 2014 هو عام نحسن ونكد على المزارعين عقدت النقابات الزراعية في البقاء لقاء عاما في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة ضم حشدا كبيرا من أعضاء النقابات والمزارعين في حضور ممثل وزير الزراعة مدير عام الوزارة المهندس لويس لحود والنواب توني أبو خاطر وعاصم عراجي وشانت جانجانيا وعلي المقداد ونحلف المسؤولون بدمائرهم هل هم راضون عما يقدم للزراعة وكيف لا نصرخ وأن كل مزارع بطاطا اليوم يخسر 500 ألف ليرة عن كل دولهم مزروع وكانت كلمة لرئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج السقر الذي تناول مشكلة الركود الزراعي وعدم التصدير للخارج والمنافسة مطالبا الدولة بالتدخل لحماية الإنتاج الزراعي اللبناني ودعمه لمصر نصيب من صباح تماما كما لبنان فأين كانت صباح في المحروسة؟ تقرير مناعش ماوي لم تتقبل صباح الهزيمة عندما قدمت إلى مصر في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي فبدأت تخلق لنفسها شكلا وأسلوبا يمتزج ما بين الدلال والشياكة والرقة فبات المصريون ينتظرون على الشوق ما ستغنيه صباح وما سترتديه صباح وكيف سترقص الصبوحة لتكتب اسمها من نور في قلوب المصريين تدعب صورتها أحلام الشباب في ذلك الوقت ونستطيع أن نقول بأن أغلب المصريين كانوا يعتقدون بأن الصبوحة مصرية الأب والأم حتى وقت قريب من شدة حبهم لها أكتر حاجة أنا بتحبها كانت بتحب الحمام المحشي طبعا كنا بنروح الكبابجي بتاع شيرة الجزيرة اللي هو دلوقتي سفوتيل كانت أحلى أعدل صباح بتحبها هناك وجراند حياة كمان جراند حياة القرية النوبية كنا بنحب تحب روح تقود فيها وتأكل فيها وتبقى مبسوطة بالجو المصري والنيل دايما عادتها تحب على النيل أوي أوي سنوات طوال عاشتها الصبوحة في مصر تزوجت فيها من ثلاثة مصريين أول هما والد ابنتها هويدة الملحن وعازف الكمان أنور منسي وثانيهما هو المزيع المصري ذاع الصيط في ذلك الوقت أحمد فراج أما أسرع زيجة وأسرع طلاق كان مع النجم رجد أبازة الذي مات وهو ينطق باسمها من كثرة عشقه لها والذي يبدو بأنه كان عشقا متبادلا فيما بينهما عشت صباح في القاهرة بين عدة شقق أشهرها وأولها الشقة التي بدأت فيها حياتها الفنية وكانت في الجيزة عمارة فريد الأطرش رقم 76 المطل على النيل أما آخر شقة سكنتها صباح فكانت أيضا في شارع النيل بالجيزة حيث كانت جارتها في ذلك الوقت هي الراقصة تحية كريوكا لتعيش في هذه الشقة ما يقرب من عشرين سنة حتى باعتها مستقرة بلبنان كانت صباح تعشق أن تمشي في شوارع المحروسة القديمة في شارع الحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمي وخان الخليلي وكانت بيكامل أنا قطع ووعيه وكانت قاعدة جنبه وحتى قالت لي هيدا الصحافي لأي جورنال قالت لي جريد الأهرام قالت لي إليه أني أنا لا أزال أغني بدون ألحان أغنت حقيقة بالسالون آخر زيارة لصباح في القاهرة كانت منذ عامين التقت فيها كل أصدقائها من المصريين واللبنانيين الذين يعيشون في مصر نجوم وشخصيات عامة أقاموا لها عدة حفلات للتكريم وغادرت مصر وهي تقول لهم ما تخفوش مصر هترجعتين شهادة ميلا جانيت في غالي الفنية كانت من هنا من أرض الكنانة من مصر فكانت جانيت أو الصبوحة أو الشحرورة هي جارة النير وملكة متوجة في قلوب المصريين ورغم فراقها للحياة ستظل صباح دائما وأبدا علامة ورمز في التاريخ الفني المصري ونعشماوي الجديد من القاهرة ما قصة منع فيلم الخروج آلهة وملوك من العرض في مصر الفيلم الأمريكي الخروج آلهة وملوك للمخرج البريطاني ريدلي سكوت الذي يتناول هروب النبي موسى من مصر جرى منعه من العرض في مصر لما تعتبره وزارة الثقافة تزييفا للتاريخ ولمسات صهيونية واضحة على المقاربة التي يعالج بها الأحداث وزير ثقافة المصري جابر عصفور قال إن قرر منع الفيلم اتخذته الوزارة ولا علاقة الأزهر بذلك إذ لم يتم أخذ رأيه في عرض الفيلم من عدمه وأكد عصفور أن هذا الفيلم صهيوني بامتياز فهو يعرض التاريخ من وجهة النظر الصهيونية ويتضمن تزييفا للوقائع التاريخية وجهة نظر المصرية رسمية أن الفيلم يجعل من موسى واليهود بناتا للأهرام وهو ما يتناقض مع الوقائع التاريخية الحقيقية ويظهر في الفيلم البحر الأحمر وقد انقسم بسبب زلزال لا بسبب معجزة إلهية إشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يمنع عرض عدد من الأفلام في مصر من بينها أخيرا فيلم نوح بطلب من الأزهر لكونه يحرم ظهور شخصيات تجسد أنبياء ورسل إشارة إلى أن الفيلم قد منع في المغرب قبل مصر لأنه أثار جدلا حيث يشكك في واحدة من معجزات موسى المذكورة في القرآن وهي معجزات شق البحر إلى نصفين في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين كان في النشرة داعي الإسلام الشهال للجديد حوارنا مع حزب الله مهم وضروري موسيقى شمستار تشيّع حسن عريبي وتتوعد موسيقى في سنوية محمد شطح السنيورة يضع العصي أمام دوليب الحوار موسيقى ماذا نتوقع من الحوار الذي نخوضه اليوم مع حزب الله وبالرغم من تجارب الحوار السابقة التي لم تكن مشجعة موسيقى سوريا توافق على الحوار والمعارضة تلملم أشلاءها موسيقى لا يوجد أي مبادرة حاليا كما يجاع موسيقى كان في الخاص من أسقط الطائرة الأردنية وأي سلاح لدى داعش موسيقى بقيت داعش ما بيقدر بقى ياخد إلا السيناريو السيء موسيقى وكان في النشرة أيضا الصبوحة في نصفها المصري موسيقى موسيقى أكتر حاجة اللي بتحبها كانت تحب الحمام المحشي موسيقى في الختام شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى